كمان تم التنسيق مع أقسام الشرطة علشان نقدر ان احنا نأمن أوراق الأسئلة واللجان وتم التنسيق ما بين كافة الجهات المعنية علشان نقدر ان احنا نوفر الأجواء المناسبة للطلبة عشان يقدوا الامتحانات في حالة هادية وأكدت كمان على عدم حرمان أي طالب من أداء الامتحان وكان فيه تجديد على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب وكمان المدرسين والعمل على إزالة أي معوقات والتواصل بشكل مباشر ومستمر مع غرفة عمليات الإدارة في حال وجود أي مشكلة محتاجة لتدخل الإدارة أو المدرية فورا طبعا شكرا على المجهود الكبير المعمول لتوفير فعلا الأجواء المناسبة للطلاب ونتمنى لهم النجاح والتوفيق بإذن الله